للدين نور يهدي الحائرين السائلين إلى الطريق المستقيم يكشف الحقائق الغائبة ويجيب على المسائل الشائكة لفتح الآفاق الضيقة وإنارة العقول المظلمة والمتشككة وطمأنة القلوب الخائفة نتحاور مع الأبناء والآباء مع الشباب والشيوخ نستمع إلى كل التساؤلات التي تشغل بالهم والتي تؤرقهم بدون قطوط حمراء ولا وصاية من أحد حتى نصل معا إلى نقطة التلاقي موسيقى 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا في نور الدين نسعى ونسير في رضى الله سبحانه وتعالى ونور تعاليمه هناك علاقات كل علاقة لها ما يبنى عليها والنبي صلى الله عليه وسلم من بديع قوله اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تتمحها وخالق الناس بخلق حسن فهناك علاقة بين الإنسان وبين ربه وأساس هذه العلاقة التقوى سألوا مرة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ما التقوى فقال الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضى بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل العلاقة بين الإنسان وبين ربه مؤداها التوكل والتسليم والرضى الحب والرحمة والخوف من أن أغضب الله سبحانه وتعالى بعد كل ما أعطانا من النعم وإن تعد نعمة الله لا تحصوها وأتبع السيئة الحسنة تتمحها العلاقة بينك وبين نفسك وهي المبادرة مبنية على المبادرة فالإنسان يبادر عندما يقع في خطأ أو قصور أو تقصير أو خطيئة يتنبه فيسارع بفعل الخير كفارة عما بضر منه من قصور أو تقصير سيئة وقعت مني أتبعها فورا المبادرة الفورية أتبعها بحسنة حتى تمحها فمن فضل الله كما ورد في الحديث الصحيح أن هناك ملك للحسنات يكتب تسجل علينا وهناك ملك للسيئات وأن الله أمر ملك السيئات أن ينتظر بعد صدور الإساءة من العبد ست ساعات لا يسجلها عليه لعله أن يتوب وأن يتبع هذه السيئة بالحسنة فإن فعل لا تسجل علي يعني الشريط يوم القيامة هيطلع فاضي من اللقطة اللقطة ما اتخذتش بتاعت السيئة وإذا طافت طافت ست ساعات وتمت ولم أفعل خير ولم أتب عن هذه الإساءة يسجلها علي هذا الملك فهذه العلاقة بيني وبين نفسي مبناها المبادرة المسارعة وأتبع السيئة الحسنة التمحة وبيني وبين الخلق والكون والناس وخالق الناس بخلق حسن الناس تبقى مرتحالك تبقى مبسوطة منك تبقى وجودك سبب لسعادتها مش وجودك سبب للنكد والغم والهم وبداية المشكلات كل علاقة لها مبنى والعلاقة بين الولد والبنت برضو لها مبنى وهذا المبنى إذا ما سرنا عليه كما نصير على التقوى مع الله والمبادرة مع النفس وحسن الخلق معه الخلق لو بحثنا ما أساس هذه العلاقة لو وجدناها العفاف العلاقة هتبدأ بالعفاف أن هناك عفاف ما فيش هناك رغبة في الأذية ما فيش هناك شهوة خفية ما فيش هناك مصلحة لأن ما كان لله دام واتصل وما كان لغيره لغير الله انقطع وانفصل كل الأوامر والنواهي كانت تسعى وتتغيى هذا المقصد إن احنا عايزين نجعل هذه العلاقة يكتنفها العفاف العفاف يعني ما فيش فاحشة العفاف يعني فيه حسن خلق العفاف يعني ما فيش غرض دنيئ العفاف يعني ما فيش مصلحة مرجوة إن كانت العلاقة بين الولد والبنت مبناها العفاف فسر على بركة الله بالضبط كالعلاقة بينك وبين نفسك إذا كانت هي المبادرة والفورية فلا تخف كل ابن آدم خطاء وخيره خطينا التوابون خطاء صيغة مبالغة يعني بيغلط كتير يغلطوا بعدين يغلطوا بعدين يغلطوا بعدين وكل ما يتوب يعيني برضو نفس الحكاية وما سمي الإنسان إلا لنسيه لأنه بينسا وما أول ناس إلا أول الناس فعاهد آدم ربه فنسي فآدم عاهد بس نسي العهد ده بتاعه ما يكلش من الشجر إذن ابحث عن أصل العلاقة وخلي المفتاح ده في أديك هيأتي وإحنا ماشيين خلل في هذا المفتاح وإن العفاف ابتدى يتساقط يتهاوى يبقى يرجع مرة تانية للعفاف لأن لن يرضى الله سبحانه وتعالى أن إلا إذا كانت العلاقة بيني وبينهم مبنية على الطق وبيني وبين نفسي مبنية على المبادرة وبيني وبين الناس مبنية على حسن الخلق وبين الولد والبنت مبنية على العفاف على هذا المنوال الأمور اتضحت والأسئلة هتتركب على الحكاية دي كل ما هتسألوني وهيحصل مواقف مشاكل أفعال أخلاق نعمل ولا ما نعملش هنرجع للمفتاح هو فيه عفاف ولا ما فيش وعلى ما جرت عليه العادة نجيب على الأسئلة التي تشغلنا أو تشغل بالنا هل في حد في الأولاد عايز يسأل تفضل هو حضرتك دلوقتي قلت أن العلاقة بين والد والفتاة طالما فيها عفاف يبقى ماشي دلوقتي أنا عندي حالة أن حد صاحبي يعرف بنت وبيقول أنه هو بيشجعها على الصلاة والقيام مش عارف إيه وخليها تتحجب برضو بس هل ده معناه أن ده شيء حلال هي دي هيتظل علاقة خارج نطاق الزواج بتقول علاقة خارج نطاق الزواج العبارة غلط يعني كل ولد بيكلم بنت طب من المجتمع كله بيتكلم كلمة علاقة في اللغة معناها أن هناك لقاء وهناك بسمة فيه من الطرفين فيه وهناك سلام وبعدين بعد السلام بتبقى قبلة لا محظوش وبعد آه يبقى مش علاقة لا بس هو بيقابلها أحرم في الدرسة فين العلاقة أنت بتقول فيه علاقة علاقة دي معناها أن الاتنين اتفقوا أنهم يهربوا من أهليهم علشان يتجوزوا وهم دي ولا دا اسمه يعني الماحي في جميع النواحي لا معهم مهر ولا معهم شبكة ولا معهم شقة ولا معهم نفقة ولا معهم مستعدين لهذا العفاف اللي بيحدث بعد الزواج ولا أي حاجة أي إذا كانت هناك نيات جلناه النية الصالحة موجودة وسحلبة سيستم واستدراج يبقى حراه يبقى دا مش عفاف لكن لو كان هناك الأسئلة اللي تسألناها كتير واللي حصلت أنه زملتي خدت منها الكراسة بتاع المحاضرات عشان ننقل المحاضرة فاتتني أو هي خدت مني هزة الكشكور وساعت بتشتكيلي بعض الأحوال اللي أما بيمروا بيها أبوها قاسي أما شخصت فيها النهاردة وهو برضو كذلك يقول لها البيت تختي مواجهة لدويل في البيت إلى آخر ما قنالك حلال والأحرار ما كله دا يا ابني عبر التاريخ وفي كل مكان من لدن الصحابة كان بيحصل بس الأساس بتاعه والمفتاح بتاعه والضبط بتاعه العفاف هو يقول إن فيه كلام لا هو فيه حب يعني هو بيقول أنا بحبش البيت دي فده ينفع أصلا هو ينفع أصلا آه ينفع آه إنك إنت تحب الخلق وكله ماشي هو مش بيحبها ما حب عمي هو دلوقتي هو بيقول لي إن أنا بحبها قلت له طب ماشي ما وبعدين بيقول لي وأنا بكلمها علشان أحجزها علشان لما نكبر نتجاوز هو قال لي كده ماشي ماشي آه ماشي آه ماشي هو القضية إنك إنت بتقول إيه بتقول وأنا قلت له يبعد عنها فهو مرضيش أوه أوه أنا قلت له قلت للبنت فالبيتة هزقيتني هو صعبان عليه إن البيتة هزقيته خلي بالكم لكن ليه العضية في منتهى البساطة هل هناك عفاف ولا ما فيش عفاف توفر العفاف يبقى كل الحاجات دي إحنا ليه اللي بيقولك أدام ده بيحب خاف عليه إنه يستدرك لكن لو إنه هو كان ملتفتاً لنفسه واضحاً في ذهنه يبقى ماشي هتفضل بقى تفترض فروض طب افرض طب افرض إنه افرض إنه الأول ما تفرض الحاجة اللي أنت حاسس بيها إن العفاف ابتدى يتهز تيجي منسحب على طول طب هو إيه مقاييس العفاف المفروض تكون متوفرة لو أنا حت عنها يبقى خلاص أنا ما فيش عفاف موجود يعني إيه المقاييس أول حاجة العلن والسر هل العلاقة اللي بينكم دي علنية طيب هل العلاقة اللي بين ناسين وصاد مش أنا طب إنت ولا مش إنت أنا مالي أنا لا ببحث عنك ولا عرف اسمك أصلا طب خليك سين وصاد بس هو عايز يبرق نفسه قدام عيلته إنه لا هو الشيخ الإسلام وإنه هو يعني عبد القدر الجلاني طب باش ما فيش بانع إنت عبد القدر الجلاني يا عم الكتفوت لكن أنا بقول لك الإنسان كإنسان أنت يا إنسان مش أنت اللي هو الشخص اللي قدامي ده أنت يا إنسان في سرية في هذه العلاقة لا ولا في علانية لا في علانية خلاص هذه دي أوائل مظاهر العفاف لما أبو يا أمي بيدخلوا علي وأنا بتكلم بوطي صوتي لا ما بوطي الصوتي بتكلم مين اللي بتكلم فاطمة بتتكلم معايا في الطرف التاني وهي كذلك وما بتدخل عليها ولا أبوها مين اللي بيتكلم اللي هو حسنين اللي هو مش أنت هو عدم اسمك حسنين واحد بلك إزاك تفرق بقى والله ما أنت أنا بتكلم على حسنين حسنين وفط فهل يترى في علانية ولا فيه والإثم ما حاك في النفس وخيفت أن يطلع عليه الناس مطلع عليه الناس هذه خلاص يبقى إذن هذه ده أول مظاهر العفاف الأمر الثاني هل فيه نوع من أنواع طلب الحرام الحرام ده يتمثل فيه النوع السلام نهانة في الأداب والبرتوكولات بتاعتنا والإيتيكيد بتاعنا اللياقة ولا باقة أنه ما نكونش ولد وبنت في مكان مقفول عليه ويحتاج إلى النظر الخاص يعني ما عرفش أدخل عليكم إلا لما أخبط كده يبقى فيه خلوة لكن البنت رجبة مع سائق التاكس هما لوحده الراجل بيسوق ودي معاك هذا عام ده لا يحتاج أن يستأذن بالنظر ما فيش حد يعني بتاع المرور الراجل عسكر مرور بيبص عادي لما نوقف في إشارة ببص كده ببص عادي بيقول ليش السائق أنت ليه بتعتدي علي بالنظر لازم كنت تستأذن أنا وأنا قافل علي الباب لو أنك بصت علي من خرم الباب تو بأنتهكت خصوصيتي ألا ما منفعش يا أولاد الاستئذان بالنظر البنت جات تصلي في المسجد فلاقيت فضيلة الإيماء بيصلي ومحدش موجود في المسجد البنت رغبت الأسنصير وواحد ركم معاه الأسنصير يقف في أي حتة ويستدعى من أي حتة ويتفتح محدش يقول لو سمحته أنا عايز أبص هنا جوه الأسنصير آدام هو مكان عام هتقول لي العام يعني إيه والخاص يعني الاستئذان بالنظر عرفنا هون ده عام وده خاص أنا الوحدي أنا وهي في الطريق يوفيش خلوة أنا الوحدي وهي في المسجد في الأسنصير في التاكس في الشاء كله ده ما فيهش إيه خلوة فمن الآداب نمر واحد اللي أكون سر ونمر اتنين اللي نطلب به حراما ونمر ثلاثة قال ليكون هناك شيء ضد الأخلاق هل واضح الكلام أظن كده شكلك إن واضح أو شكلك إن أنت بتعمل حاجة وعايز تسأل عنها أقول دلوقتي حريك بتقول إن الشيات ما نعتبرش خلوة مدام الأب والأهل آه فيه علانية وما فيش حاجة حرام الحرام ده بقى يعني هو الحرام يعني فيه خلوة لأ ثماني يعني دلوقتي مثلا هو أبعط لها رسالة كتب لها في إيكي بحبك وحشتيني مثلا بحبك وإيه وحشتيني طب ماشي وأنا هبعط لك إن شاء الله بحبك وحشتيني إنت بالذات تديني لمرتك وإن شاء الله أقول لك بحبك وحشتيني وحش لما يأكل الوحشيني أيها ده بقى ده بقى آه اللي حصل ده آه وأبوها عارف آه آه خلاص طب لو هو يعني طب لو شات ومحدش يعرف محدش يعرف محدش يعرف يبقى غلط يبقى ابتديني السر هو يبقى نتكلم كلام مش مصبوط كلام نتكسف منه كلام يحك فيه الإثم ونخافه أن يطلع عليه الناس ما هي أوضح من الواضحات أيها أبيان من البينات صح لكن لفه دورك يا أخي أنا يا بابا أنت عارفني وعارفك ووثق من أخلاقك ويا بابا الولد ده بسعيدني أو أنا بحبه وإن شاء الله لما نخلص بعد عمر طويل المشوار بتاعنا نبقى نتجوز ماشي أبوها عارف وأموها عارفة وأنت عارف وكذا لو حد بقى لاحظ من الكبار خلي بالك دي مهمة قوي أنك أنت بتضحك على روحك وعلى اللي حواليك اللي هو الحتة اللي أنت عارفها بقى دي اللي هي المستخبية اللي هي ما هو فيه شاتنج بس من تحت التربيزة هم ينصحك ويقول لك يا أخينا دي حتة قدحت فيه العفاف حتة بسيطة يعني ماشي الحتة البسيطة دي تنبهنا أن احنا نعود ونرجع خطوطين للخلف علشان ما نقدحش في العفاف في حد من البنات عايز يسأل ها تفضلي طب على الأساس اللي حضرتك قلته يبقى معنى أن كده فيه صداقة بين الولد والبنت بس يكون فيه عفاف ما هو كل المدارس المختلفة لا لا أصلي كلمة صداقة معناها احتكاك زادة عن النزوم ممكن يبقى خارج حتى إطار العلم أو خارج وكدر الاحتكاك وانا عايز أسألك الصداقة دي اللي أنت بتقولي عليها فيها عفاف ولا ما فيهاش عفاف هل فيها عفاف يبقى ما فيش حاجة اسمها زيادة عن النزوم فقدت العفاف ما احنا قلنا اللي فقد العفاف يبقى غلط أنا مش عايز نقول كلام والكلام ما يطلعش دقيق الكلام ما يطلعش دقيق امتى لما نقول كده الصداقة بين الولد والبنت مباحة وبعدين انت تفهمي ان الصداقة دي معناها الاحتكاك زيادة عن النزوم طيب اهو ادام احنا قلنا مباحة وزيادة عن النزوم يبقى عاملها ادام ربنا اوسعها علينا كده انما انا عطيتك ضابط تستطيع انك انتي تحلي بيه كل حاجة اللي هي الحدود او اللي هو العفاف اللي هو اللي بيحط الحدود بين الناس يعني اصلي فيه بنات بتقول ده البست فرند بتاعي يعني ده ايه بقى ده ايه بقى في الموقع عارفها هي بتقول ليه كده انه ده البست فرند بتاعي بتقول كده لانها ما سمعتش الكلام اللي انا بقوله ده وانتو بترفضوا باعتبار انكم بتحسوا من جواكم انه ضد العفاف اه بس خلاص اتحلت ما تيجي نفهم الناس من اولها انه احنا بشر مجتمعين اجتماع بشري عندي حد اسمه الجار وعندي حد اسمه ابن العم وعندي حد اسمه الاخ وعندي حد اسمه الزميل والرفيق والعلاقة بيني وبينهم هي العفاف فيقولك ده اصله ابن بلد كان زمان كده عنده اخلاق يعني يقوله شايف العيال اللي بتعكس البنات اللي هناك دي قال له اه قاله طب يلا نقوم نضربهم علشان دول بنات حارطنا انت تحسي بالانتماء تحسي بان في حد بيدافع عنك يبقى ده شيء كويس مين اللي بيدافع عنك ده الناس اللي قاعدة في الحارة على القاهوة الناس اللي عارفها الاصول وان العلاقة هي علاقة العفاف اللي رايح يضرب اللي بعكس البنات ده وبيتحرش بيهم دفاعا عن بنات حارطهم ادي شهامة فاذا الامور والله واضحة بس احنا يعني في ناس بتتطرف من الناحية دي فناس بتتطرف قدما من الناحية التانية وفي نور الدين نسير ونأتي الى نهاية حلقتنا فالى لقاء اخر نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته